السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الحياة وهنروح بسرعة لأول فاكرة معايا وهي صحيتنا في معلومة هتكلم النهاردة عن اهمية قبل ما اقول اهمية حاجة خلينا يعني نديه علامة استفهام لحد ما نوضح بالضبط الشكاوي المتكررة انا بنام طول اليوم وجسمي مكسر انا بيجيلي الانفلونزا بتقعد معايا بالعشر تيام والاسبوعين والثلاثة اسابيع انا الصيف كله او الشيطة كله بيجيلي الانفلونزا انا حاسس بدوخة انا تعبان انا جسمي يعني او مصدع او الى اخره او قلم عام في الجسم ومش عارف ايه اسباب وعندي عظمي بيوجعني من اقل حركة حضرتك احنا هنتكلم النهاردة عن اهمية فيتامين دي فيتامين دي ده حاجة اسمها بري هورمون يعني حاجة تتعامل زي الهرمونات بزبطه وفيتامين اوكاي ولكن هو بيدخل في العمليات ما قبل الهرمونية عشان كده اسمه بري هورمون يعني ايه الكلام ده بيدخل في تكوين هرمونات الزكورة والانوسا كمان بيزبط كل الجسم عندنا في كل خلية في جسمنا في حاجة اسمها ريسبتورز او مستقبلات مستقبلات دي عشان تستقبل فيتامين دي وتحوله او تخلي الجسم يستفيد منه هنوضح بالزبط مصادر فيتامين دي على السريع حاجة مهمة جدا عندنا في مصر وكلنا ايه مش يعني مش كلنا الشمس هتجي علي الشمس لأ هتخليني مش عارفة بشريتي شكلها ايه مع ان ده اهم مصدر من فيتامين دي ربنا خلق الشمس عشان حضرتك تاخد فيتامين دي نقوم الناس كلها بتهرب من الشمس طيب في اوروبا في اوروبا دايما الناس عندها فيتامين دي نظرا لقلة الشمس حضرتكو عارفين ان اوروبا دايما الشمس مش متاحة طول الوقت طيب عندنا ايه تياني المصادر الحيوانية؟ الدهون تحديدا وش القشطة وش الزبدة اللبن كامل الدسم كل حاجات كاملة الدسم فيها فيتامين دي فاللي يجي يقولك انا بعمل رجيم يعني برضو معلومة على الماشي كده على السريع بعمل رجيم فهشيل او اخد مثلا اللبن من غير وش او خالد دسم او منزوع الدسم منزوع الدسم معناها زيرو فيتامين دي انت مش هتستفيد حاجة موجود في سفار البيت موجود في الالبان زي ما احنا وضحنا كل حاجات المنتجات الحيوانية هنوضح كمان زيت كبد الحوت من الحاجات الجميلة جدا اللي مليانة فيتامين دي في منها حبوب يعني بتتبع زيت كبد الحوت تقدر تحصل عليه يعني هنقولي الاسماك بس خصوصا زيت كبد الحوت فيتامين دي دي المصادر بتاعته واهميته عرفناها انه بيدخل في كل تكوين من خلايا الجسم اي حد عنده ضغط ضغطه عالي او سكره عالي او اي حاجة حصلة في جسمه غريبة يبحث عن فيتامين دي يروح يعمل تحليل فيتامين دي بسرعة عشان يتأكد ويعرف بالزبط انا مش بسوق للمعامل يا جماعة والله بس فعلا في مشكلة حصلة في مشكلة فعلا الناس كلها كل الناس الامراض المزمنة والناس اللي بتعاني يعني الامراض المصاحبة عموما اللي هي دخلت في حيز المزمنة كلها يعني ترجع لقلة فيتامين دي في جسمنا طيب احنا كمان عندنا مشاكل الجلد الملحجات اللي بيسببها نقص فيتامين دي الحساسية وتغيير لون الجلد والحساسية من الشمس والكلام ده كله نقص فيتامين دي طيب لو احنا عندنا فيه حاجات لو مش موجودة في جسمنا هيحصل مشكلة في امتصاص فيتامين دي المرارة واصحاب امراض المرارة المرارة لو فيها مشكلة هيبقى صعب الدهون تتهدم وإحنا قلنا انه فيتامين دي من الحاجات المهمة اللي لازم تدخل في تكوين كل الخلال في الجسم طيب عندنا اي تاني الاستريس الضغط العصبي يا جماعة ايه فكرة الضغط العصبي حضريتك الآن تقولي الوقت وضغطك عصبي والوتيرة عالية جدا والآن دانية دي طيب هيحصل هرمون الكورتزون هيعلى اما يجي يمتص الكورتزون او الخلية بالضبط بتتعرف على الكورتزون وفيتامين دي لانهم شبه بعض فلما يجي فيتامين دي يدخل الخلايا من المستقبلات ما بيعرفش لان الكورتزون الخلية بتتعرف عليه انه هو فيتامين دي فبالتالي انت في مشكلة هيبقى عندك نقص فيتامين دي او ثعوبة في الامتصاص في عندنا كمان الامراض النفسية زي الاكتئاب والحاجات دي كلها احنا كل ده هنتكلم عليه كمان شوية من الحاجات برضو اللي عندنا لو نقصت فيتامين دي بيجيب مشاكل نفسية على رأسها الاكتئاب وديك اتأول فاكرة معايا في صحتنا ومعلومة طيب ندخل بقى على الفاكرة التانية المحببة الى قلبي شخصيا طيب عندنا طبعا في مشاكل الاول او في حاجات في اسئلة وفي حاجات من منتسألين يعني من الحلقات اللي فاتت اول حاجة ده سؤال لي انا شخصيا هل في حساب للفيسبوك لا انا ما عنديش حساب للفيسبوك بس ان شاء الله في انستجرام وهيكتب على الشاشة قدام حضراتكم ان شاء الله ده حسابي تابقوني عليه ومع الموبايل الـ 010 اللي موجود على الشاشة طيب فيه كمان اه ندخل بقى على المشكلة او المشكلة معانا في فقرة اسأل مع دكتور نورة الفقرة بتاعتنا اختص بكل مشاكل العائلية والزوجية واي حاجات ارشادات نفسية والكلام ده انا بحب افكركم دايما وبعرفها لان دي من الهم الفقرات اللي بتعنيكم شخصيا وعلى دوقها بنحدد الفريم بتاع الفقرة دي تحديدا طيب فيه حد او البنت بعثة واحدة عندها تعرف واحد من وهي عندها 21 سنة وهي دلوقتي عندها 30 سنة ولسه ما جاوزوش تعرفوا منين من على طريق الفيسبوك وعنده 35 سنة طيب يا معرفتنيش تفاصيل غير انه ما تقدم لهاش او لسه ما جاوزهاش يا بنتي مش هتجوزك اصلاً 8 سنين ايه ده 9 سنين اهو مش 8 سنين اولاً علاقات الفيسبوك لا تدوم الا لو انت حد تقدملك اصلاً وانت بيقولك الاكاونت بتاعي 1 2 3 وتبتدوا تشوفوا القصة دي طالما ماطل كده لأ 8 سنين او 9 سنين انت فين من كل ده لا يا حبيبتي انا سيفني اقولك انه هو مش جد معاكي يا بنتي علاقات النت اصلاً احذروا منها يا بنات علاقات النت مفيش زواج مفيش يعني ده الا نادراً يعني بنتكلم مثلاً لو 100 حالة بيتعرفوا عن الفيسبوك او اي سايت او اي حاجة 85 فولس حاجة مش صحيحة و 15% يمكن يمشي الحال لم يكن 90% غلط او حاجات ما بتكملش وال10% يمكن يعني 10 وست 100 اذا النتائج مش هتبقى في صالحة لو انت عايزة تبعتيلي تاني اقولك بالضبط الخطوات ايه لازم تبعدي عن هذا الشخص تماماً لانه 9 سنين كده معناها انه مش جد اصلاً ويعني معايشك في الوهم من الاخر خلاص حذروا يا جماعة والبنات بالذات من علاقات الانترنت علاقات لا تدون مهما طولت الزمن مهما حاجات يعني حصلت وكلمت وعملت ووعدتوا مع بعض بال70 ساعة في اليوم والكلام ده كله انتوا نفسكوا مش هتكمله لان الرجل لو عايز حاجة او عايز بنت ما بيستناش كل الفترات دي ابداً بيجي على طول يخبط كده ويخبط البيت ويخبط بديه ورجله عايز هذه الشخصية خلاف كده يبقى ضحك عليكي طيب المشكلة التانية زوجي صليت اللسان كيف اتعامل معه الحلقة القادمة بإذن الله هامل الحلقة عن كيفية التعامل مع الزوج صليت اللسان حاضر نتكلم بقى في حلقتنا النهاردة او في الجزء بتاعنا بتاع فقر التأسأل مع دكتور نورة تحديداً عن التعامل مع حالات الاكتئاب النتجة عن الصدمات العاطفية الصدمات النفسية خسارة بيت خسارة سيارة خسارة وظيفة خسارة اي حاجة الشخص قدامه حل من اتنين يعني يستسلم لهذه الحالة بتاعته ويقعد ويروح بقى للدكاترة الحقوني انا داخل في اكتئاب ودوني علاج انا مش اتكلم يا جماعة عن الاثار الجانبية لادوية الاكتئاب وادوية القلق والادوية خاصة بالامراض النفسية مش اتكلم ادخلوا انتوا قروا وشوفوا ديني عاملة ازاي في حين ان احنا ممكن نتعامل بشكل او باخر شكل مايدخلكش في هذه المرحلة اصلا اول حاجة اللي بفرق شخص عن التاني الادراك الادراك للمشكلة حضرتك في مشكلة شايفها ايه الدنيا سودة طب ما فيش فيها نقطة بيضة ما فيش جانب خالص مشرك في المشكلة طب حضرتك مثلا لقدر الله او حضرتك فقدتي وظيفة طيب هنتكلم بقى نبدأ بقى في الستيبس هنتخيل كده ان ايه الشخصية قدامي ونمددها عشز لونج ونبدأ بقى نبدأ ونقول اول حاجة اول حاجة هنجيب ورقة وقلم صغيرة كده هنكتب فيها يعني كل النعم اللي تيجي ببله اللي ربنا ادهلنا نعمة البصر نعمة السمع نعمة الادراك نعمة الزكاء كل النعم اللي ربنا ادهلنا بيت ناس قعدة فيه وفي حين ان فيه ناس ما عندهاش بيت يعني تشوف ايه بالضبط الجميل في حياتها او الجميل في حياته يكتب ويخلي الورقة دي جنب الورقة اللي هقول عليها التانية عايز يبقى فين بعد سنة بعد اتنين بعد تلاتة اي حلم اي هدف عايز تحققه وكتبه ان شاء الله يعني تقول انا يعني هسافر الصين مثلا في الكورونا اكتب مش مشكلة مش مشكلة اي حاجة تيجي ببالك معناها ايه الكلام ده حسب قانون الاحتمالات يعني فيه في حياتك حاجات هتحصل لسه اكتب اكتب كل اللي انت عايزه اكتب كل الاهداف يعني عايز مثلا اكتب مئة هدف اكتب مئتين كل اللي انت عايزه عايز تبقى فين عايز تغير عربيتك عايز تجيب عربية عايز تشوف وظيفة احسن عايز تكمل تعليمك الشخص الي يائس اللي ما عندهاش وظيفة يبقى عنده وظيفة الشخص اللي عنده وظيفة يبقى عنده وظيفة احسن جي اكتب كلك اكتب وما كان عطاء ربك محظورة اكتب اللي انت عايزه وحط الورقتين دول انا بكلم بالذات الناس اللي بتاخد ادوية ادوية لاكتئاب او ادوية للقلق او كلام حط الورقتين دول جانب الادوية اللي انت بتاخدها واقرأ كل يوم قبل ما تنام دي اول حاجة هنقولها وبصوا يا جماعة انا مش بهزر اقسم بالله مجرد ما تقرأ او تكتب الكلام ده بعد ما يعني انت كتبته هتقرأ السيرتونين هيعلى ده هرمون في الدماغ كده بيعلي ايه الحالة النفسية بيخليك ايه مزقطة من غير حاجة ايه بقى الفكرة الادوية بتاعت الامراض النفسية بتعلي السيرتونين طيب ما انت تعليها بمجرد ذكر النعم وتحمد ربنا عليها وتقرأ فيها كده وتتماعن وتحمد الله في كل نعمة وفي كل هدف عايزه مفيش حاجة عند ربنا مستحيلة ابدا ابدا خلاص اكتب زي ما انت عايز وكمان امن طب احنا بنكتب عشان نضحك على مين هتقول لي ازاي ده انا ممعيش في جيبي مش عارف خمسين جنيه ايه اللي هروح السين وإيه اللي هعوم في المحيط الاطلنطي وإيه ده فيه ايه الاهداف الفضيع غير قبلة للتحيق هقولك على حاجة هنرجع تاني ونقول ربنا هيرزقك بخطط ربنا يعني ربنا لما خلاك تفكر او انا اقولي الكلام ده النهاردة لأكيد ناس محتاجاه حضريتك بعد كده هتتتق يعني هتتفتح قدامك الافق فيه خطط فيه خطة اولة وخطة تانية وتالتة وربعة تلاقي الاهداف فتحت والدنيا معناها ايه الدنيا لازالت كويسة وجميلة مع كل الدنيا اللي مش حلوة فيها دايما وكمان حاجة يا جماعة كل واحد يفكر برا المشكلة اللي هو فيها هو في مشكلة دلوقتي والاحداث ومش قادر اغيرها هستسلم بقى وقعد لوحدي في القودة وما حدش يكلمني وطيب وبعدين اليأس مش من صفات المؤمنين بكل الاديان متكلمش على دين محدد طيب مفيش عندنا يأسة اصلا في الدين ولا قنوط فيه مفيش احنا كلنا عارفين هذا الكلام بس كلنا مش مأمنين بيه طيب نضحك بقى على ايه يعني حندنا العقل الباطن اللي بيحرقنا عايزين نضحك عليه بقى يعني ازاي حضرتك دلوقتي بتقول انا مسلا معديش وظيفة احنا بنتعامل على الواقع بس بكرة ما حدش عارف يحصل ايه فبكرة ما حدش عارف يحصل ايه اضحك على عقلك الباطن قول انا هيبقى لي وظيفة كويسة انا هجيب عربية كل الحاجات اللي انت كتبتها المية حاجة الحلوة اللي انت عايزت حقا اكتبها واقنع بيها عقلك الباطن كل يوم انا انسان سعيد متقولش انا عايزة بقى غانية يا جماعة بلاش يا جماعة الكلمة دي عشان خاطر لان فيه ناس اغنية يعني انا مش عايزة اخش في الناحية الدركة قوي من الموضوع والناحية السودة فيه ناس بتنتحر مع كل الحاجات الحلوة اللي عندها خلاص فجأة بيبقى هو ده وصل بقى للنهاية بقى وكل حاجة عندي انا محتاج ايه ويقوم بست على طول واخد كده يعني ربنا يحفظنا على فكرة يا جماعة بالنسبة الانتحار تحديدا انا هتكلم لو اتسع الوقت للقصة دي يعني لو اتسع وقتنا انا هتكلم في القصة دي بس انا عايز اوضح لكم حاجة احنا بنمشي ستبس انا دخل على طول على الجانب الحلوة في الموضوع والجانب الوحش هنتكلم فيه هتقولولي طب ما فيه ناس طب خلينا بس نكمل الاول طيب عندنا بقى تاني حاجة لما انا باتحك على العقل البطن بيقتنع عقلك البطن يعني ايه حاجة كده بتقولك ايه لو انت ممكن تبقى ماشي كده وتشم ريحة ملوخية انت ماشي انت بتحب الملوخية فعلك البطن ايه راح مديلك الاشارة و هممكن نوضح فيه ما بعد الحلقات ايه العلاقة من الاثنين عقل البطن والمخ والادراك بتاعنا بس احنا بنتكلم من ناحية كتب علم النفس وده الكلام اللي بتقوله في علاج الاكتئاب بدون ادوية طيب خلاص كده طيب هنتحك على العقل البطن ان احنا we can yes we can yeah we can احنا نقدر نقدر نغير ونتغير خلاص فخلاص انتهى فالعقل البطن هيمشي معك على كده ربنا هيرزقك بأفكار هيرزقك بناس تساعدك هيرزقك بحلول ما تعرفش جايلك مجرد انك ايه خدت بالاسباب ونفسك تعمل ده الاحلام نفسها هتترجم باذن الله يعني احنا بنتكلم حتة كده تنمية بشرية وحتة علم نفس انه هتقدر بس الاستسلام وقبع مكانك وهو ده ودي حياتي ودي ظروفي ده مظروفك ده الحالة اللي انت ضير يعني احنا بنسميها ايه دوراني الظهر انك قاعد كده وروحت مدور ظهرك للمشاكل استسلمت دخلت في هذه الحالة لا تعامل يعني خش في الحياة براسك كده بكتفك ما يمكش يعني اللي ممكن يحصل خدها بالجانب بتاعها خدها زي ما هي ماشي في مشاكل ما حدش خالم المشاكل ولكن البرسبشن والادراك هو اللي بيحدد هو ار يو هتكون مين في التعامل مع المشكلة ندخل عالحاجات الجميلة التانية احنا عايزين طبعا الحاجات اللي اتعلي السرطونين عشان السرطونين لو قل في الجسم الانسان بيجيله نوبات من الاكتئاب او نوبات من الكئابة شوية زعلان فيه سادنس فيه فرق يا شجا من الحزن والاكتئاب فيه فرق جوهري بالاتنين ولكن الحزن شوية ماشي وزعلان من موقف واque بس لسه السرطونين لو ايه علنا شوية الدنيا حلوة الاكتئاب طبعا غياب مدة السرطونين او قلتها جدا فبالتالي احنا مش عايزين الكلام ده طيب ايه الاكلات الجميلة اللي بتعلي الحالة المزاجية تمام يعني معلش انا حابة اقولي الحتة دي عشان يبقى الموضوع متكامل بعيدا عن العلاج طيب حاجة اسمها تريبتوفان تريبتوفان بنلاقيه فين بنلاقيه في الشوكولاتة السودة الدارك الشوكولات في عندنا البوبكورن الفشار يا جماعة الفشار عاديين كده بتفرج على فيلم وقاعد ايه مسك الفشار بتاكل بايدك وبرجل عشان خاطر ايه جميل هو ميش جميل وبس وانت عاد قدام الفيلم ومشدود كمان بيعليلك المادة السيرتونين المهمة اللي بتخلي مودك حلو فبالتالي انت بتاكلها اصلا مبسوط عمال السيرتونين يعلى 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 خلاص حلو عمال تكمل وتروح تعمل فشار تاني على البوتجاز وخلصت تاكل تاني وتالت وقاعد ايه عمال الفشار بالنسبة لك انت مش عارف انت بتحبه ليه وهو لذيذ والكل اه بس هو عشان مليان تريبتوفين اللي هو دي عامل في ارتفاع نسبة السيرتونين اللي هي الهرمون المحفز للسعادة في عندنا بزور البزور اللي هي ايه هنسميها بالبلدي عندنا المسليات الليب السوداني الليب كمان تحديدا اللي هو بيسموه ستوري او الليب ده من الحاجات الجميلة جدا من الحاجات الجميلة جدا اللي بتخليك قاعد وانت بتاكل كده اللي مش عارف ايه كل الانواع الليب بتخليك سعيد ومنتش فاهم ليه وكل ما تشوف اللي هي يعني مثلا بتشتري مثلا من الراجل او كده لسه بيعمل حاجات كده وشامل من ريحة السخنة الحلوة فتروح تشتري هو انت مش عارف انت بتشتري ليه اصلا مش عشان انت بتحب ومش عارف بيتعمل ايه يعني المادة دي بتحب اللي بتحبها او الاكلة دي او الليب او البزور دي بتعمل ايه فيك بتعلي هرمونات السعادة طيب خلاص كده النوم يا جماعة بدري النوم بدري من الحاجات الجميلة جدا طيب النوم الساعة كام النوم الساعة 10 لاربع ونصف الصبح من عشرة مساء لاربع ونصف طيب النوم الساعة 10 بيخلي كل ساعة جاية نمتعى بالزبط 60 دقيقة بمعنى كل ما عدينا عن عشرة دخلنا في 12 دخلنا في 12 دخلنا في واحدة كل ما كانت الساعة بتعادل 10 دقيقة حضرتك متخيل الناس اللي بتنمت اخرها بتنم ايه بتاخد من كل ساعة 10 دقيقة بس فايدة طيب السرطونين هنا بيعلق هو بيطلع من المخ وبيطلع من الامعاء كمان وانت نايم في الفترة دي من 10 لاربع ونصف طيب عشان كده ربنا ووقت الفجر او كده بنقوم نصلي الوقت ده انت كده ايه خلاص لو نايم من عشرة فعلا للوقت بتاع الفجر ده انت كده السرطونين وايم مبسوط والدنيا حلوة وايم حابب الناس وايم الدنيا كويسة جدا والدنيا حلوة طيب احنا عندنا كمان من الحاجات الحلوة جدا اللي هنتكلم عليها الرياضة الرياضة للناس اللي عندهم مشاكل نفسية من الحاجات المهمة بتلاقي نفسك ايه عملت الرياضة مشيت رحت جيم عملت اي حاجة فيها الرياضة انت خلط يعني فيه شعور كده طلع انت بعد ما لعبت اللعبة دي او الرياضة دي او او عملت حتى المشي المجهود العادي بتحس انك يعني مرتاح فيه راحة عندك مريح كده جسمك بعد التعب قاعد مبسوط فيه حاجة قاعد عامل كده من اللي حصل الرياضة من الحاجات الجميلة جدا جدا اللي بترفع المناعة وبتعلي هرمون السرسونين فيه عندنا كمان حاجة بسرعة عايزين نقولها احنا اتكلمنا عن مرض الاكتئاب بدون علاج بس عايزين نوضح حاجة مش معنى يعني ده بقى الجانب التاني للناس ممكن فيه ناس تقول لي طب ازاي ده بيبقوا ناس متدينة جدا وممكن ينتحروا ناس قريبة من ربنا جدا وممكن يموتوا يموتوا نفسهم ناس اغنية جدا ناس لمعة في المجتمع ناس يعني وناس كوادر وا 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 احنا سمعنا كتير عن حاجة زي دي ايه الاسباب يا جماعة مش معنى ان الشخص متدين معناها انا مش بشفع لحاجة او انا معها احنا عايزين نوضح حاجة ما تجيش لوحد تقول له لو سمحت قرب من ربنا قرب من ربنا وصلي وصوم هو قريدي بيعمل ده وبرده جاله اكتئاب ولو ما خدش علاج فيه يا جماعة الاكتئاب فعلا لازم يتخذ له علاج طيب احنا بنقول نلحق بقى وحتى اللي بدياخده علاج احنا اقروا يا جماعة عن التأثيرات الجانبية للعلاج النفسي هتلاقوا حاجات كتيرة جدا طيب انا مش بقاقولي الكلام ده عشان الناس توقف العلاج يا جماعة انت محدش بياخد أدوية نفسية يوقف بعد الحلقة اللي بقوله لان لازم الحاجات دي بتقف بشكل تدريجي مش مرة كده فجأة تقوم فتلاقي الشخص عوزو بالله يقوم يقدم على الانتحار لو يوقف العلاج فجأة لان هم حصل استرطونين قل بسرعة بالنسبة رائبة لان استرطونين ده العلاجات دي بترفع استرطونين فانت تخيل بقى مفيش بقى لأ احنا بنقول بس بالراحة بنروح للدكتور نقول له يا جماعة يا دكتور قل الحاجات دي او تدريجي انا هتعالج بنفسي بشكل تاني في حاجات تاني في حاجات افضل النوم بدري الاقبال على الحياة وكمان عندنا الاقبال معلش يا جماعة احنا قدامنا دقيقة ونختم فانا بس سريعا كده هنعيد اللي قلناه زي تقضي على الاكتئاب لازم تخلي الادراك بتاعك بسرعة ياخد شكل تاني ياخد منحنة تاني ياخد يعني كذا زاوية مش زاوية واحدة بالضبط تاني حاجة احنا قلنا تكتب الحاجات اللي ربنا اديهلك في ورقة تكتب النعم النعم اللي ربنا اديهلك نكتب الاهداف اللي انت عايز تحققها الاكلات زي التريبتوفان من الحاجات اللي هنعيد بسرعة عليها ونقول الحاجات الشوكولاتة الاستودة عندنا او اللي هي دركة شوكولات وفيه الفشار وفيه عندنا الليب بجميع انواعه والنوم من الساعة عشر الاربعة ونص والرياضة انا ساعدت بيكم جدا وفي انتظار يعني مقترحتكم للحلقة القادمة اشكركم والى اللقاء السبت القادم في نفس المعاد مع برنامج صباح الحياة السلام عليكم